نظمت مديرية شؤون الصحية بالبحر الأحمر قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم أدويرد إن القافلة قد قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاق في مختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر خدمة الطبية بتشمل خدمة العيادة عن طريق وجود أخصائيين واستشاريين أطباء كبار في جميع التخصصات كبطنة، كعظام، كجراحة، كمسالك، كأطفال، كأنفو أذن، إلخ إلخ عن طريق أن أنا بوفر لهم الأشاعات والتحاليل المتاحة في كل حاجة بعد كده بيتدصر في الموريد العلاق بتاعه وكل الخدمات الطبية مقدمة بالمجان مش بس كده لا إحنا بنوفر خدمة الكشف المبكر على الأمراض المزمنة العيادات عندنا هنا فيه طبعا مختلف التخصصات أنا هتكلم على التخصص بتاعنا بالنسبة لي عندنا هنا العيادة المتنقلة بتاعتنا عيادة تنظيم الأسرة عندنا بتقدم كل خدمات تنظيم الأسرة كل الوسائل بتتقدم بالمجانة عندنا كمان فيه كشف بالسنار بنعمل متابعات الحمل ومتابعات للأم والجنين أثناء طول فترة الحمل وبنحافظ على صحيح طبعا وعندنا طبعا في القوافل هنا عندنا السيدالية بتاعتنا بتكشف لها بتدينا كل الفيتامينز اللي بتحتاجها الأم الحامل أثناء فترة الحمل بالإضافة للوسائل بتاعتنا وكمان أحب أضيف حاليا إحنا ضفنا اللولاب الهرموني وده من قاعد أحدث الوسائل اللي ضفت عندنا في كافتارية الوسائل ومنفرينه في جميع الإدارات اللي عندنا في المحافظة فهتلاقي مكان في كل محافظة بالنسبة لمدينة سفاجة إحنا منفرينه في وحدة سفاجة لو الهرموني ده طبعا يعني من أحدث وأغلى الوسائل الموجودة